الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2، فقد الاتصال بوحدة التحكم في فرامل الانتظار PBCM، ماذا يعني ذلك؟ هذا هو رمز مشكلة تشخيص عام لنظام الاتصالات ينطبق على معظم طرازات وموديلات المركبات، يعني هذا الرمز أن وحدة التحكم في الفرامل PBCM، ووحدات التحكم الأخرى في السيارة لا تتحدث مع بعضها البعض، تعرف الدائرة الأكثر استخداماً للتواصل معها باتصالات ناقل شبكة منطقة التحكم، أو ببساطة ناقل كان، بدون ناقل كان هذا، لا يمكن لوحدات التحكم تبادل المعلومات، وقد لا تتمكن أداة المسح الضوئي من الحصول على معلومات من السيارة، اعتماداً على الدائرة المتأثرة، يتلقى PBCM المدخلات الرئيسية من مفتاح فرامل الانتظار، على الرغم من إرسال بعض المعلومات عبر نظام اتصالات الحافلات، تسمح هذه المدخلات للوحدة بالتحكم عند تعشيق فرامل الانتظار، عادة، يتم العثور على هذه المركبات مع فرامل قرصية خلفية، قد تختلف خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها اعتماداً على الشركة المصنعة ونوع نظام الاتصالات وعدد الأسلاك وألوان الأسلاك في نظام الاتصالات، الخطورة والأعراض، الشدة في هذه الحالة تعتمد على النظام، نظراً لأن فرامل الانتظار مدمجة في فرامل القاعدة، الفرجار الخلفي، يجب توخي الحذر دائماً مع هذا النظام، أيضاً، تعتبر السلامة مصدر قلق أثناء خدمة هذه الأنظمة أيضاً، استشار دائماً معلومات الخدمة قبل تفكيك تشخيص هذه الأنظمة، قد تتضمن أعراض رمز محرك 0128 مايلي، ضوء تحذير الفرامل الحمراء مضاء، إذا تم تنشيط فرامل الانتظار قبل الفشل، فقد لا تتمكن السيارة من الحركة، الأسباب، عادة ما تكون أسباب تعيين هذا الرمز هي، الفتح في دائرة كان بس زائد، فتح في حلبة كان، الدائرة، قصيرة السلطة في أي من حافلات كان، قصير إلى الأرض في دائرة ناقل كان، فتح السلطة أو الأرض لوحدة بي بي سي، الأكثر شيوعاً، نادراً، وحدة التحكم الخاطئة، إجراءات التشخيص والإصلاح، تتمثل نقطة البداية الجيدة دائماً في التحقق من نشرات الخدمة الفنية لسيارتك، قد تكون مشكلتك مشكلة معروفة مع إصلاح معروف وضعته الشركة المصنعة ويمكن أن يوفر لك الوقت والمال أثناء التشخيص، إذا كان بإمكان أداة الفحص الخاصة بك الوصول إلى أكواد الأعطال والوحيد الذي تسترده من الوحدات الأخرى هو يو 0128، فحاول الوصول إلى وحدة بي بي سي أم، إذا كان يمكنك الوصول إلى الرموز من وحدة بي بي سي أم، فإن كوديو 0128 إما متقطع أو رمز ذاكرة، إذا تعذر الوصول إلى الرموز الخاصة بوحدة بي بي سي أم، فإن كوديو 0128 الذي تقوم بإعداده الوحدات الأخرى نشط، وتكون المشكلة موجودة الآن، الفشل الأكثر شيوعا هو فقدان الطاقة أو التأريد لوحدة بي بي سي أم، تحقق من جميع الصمامات التي تشغل وحدة بي بي سي أم في هذه السيارة، تحقق من جميع أسباب وحدة بي بي سي أم، حدد موقع نقاط توصيل الأرضية على السيارة وتأكد من أن هذه التوصيلات نظيفة وضيقة، إذا كان عليك ذلك، فقم بإزالتها وحصل على فرشات صغيرة من الأسلاك السائلة ومحلول صود الخبز، الماء ونظف كل واحدة، سواء الموصل أو مكان توصيله، إذا تم إجراء أي إصلاحات، فقم بمسح رموز مشاكل التشخيص من الذاكرة، وتحقق مما إذا كان رمز يو 0128. أو إذا كنت قادراً على الاتصال بوحدة بي بي سي أم، في حالة عدم عودة الرمز أو إعادة الاتصال، فمن المرجح أن تكون الصمامات، الاتصالات هي مشكلتك، إذا عاد الرمز، حدد موقع اتصالات اتصالات ناقل كانسي في سيارتك الخاصة، والأهم من ذلك موصل وحدة بي بي سي أم افصل كابل البطارية السالب قبل فصل الموصل في وحدة التحكم بي بي سي أم بمجرد تحديد الموقع، افحص الموصلات والأسلاك بشكل مرئي، ابحث عن الكشت أو الفرك أو الأسلاك العارية أو حرق البقع أو البلاستيك المذابي، قم بفصل الموصلات عن بعضها وتفتيش الأطراف الطرفية، الأجزاء المعدنية، بعناية داخل الموصلات، تحقق مما إذا كانت تبدو محروقة أو ذات لون أخضر يشير إلى التآكل، استخدم منظف تلامس كهربائي وفرشات بلاستيكية إذا كانت هناك حاجة لتنظيف الأطراف، دعه يجف وضع الشحوم الكهربائية حيث تتلامس الأطراف، قبل توصيل الموصلات مرة أخرى بوحدة بي بي سي أم قم بإجراء عدد قليل من اختبارات الجهد، ستحتاج إلى الوصول إلى مقياس الفولت الرقمي دي في أو أم، تحقق من أن لديك قوة وأرضية في وحدة بي بي سي أم، احصل على إمكانية الوصول إلى مخطط الأسلاك وحدد أين تأتي القوى والأسباب الرئيسية في وحدة بي بي سي أم، أعد توصيل البطارية قبل المتابعة، مع استمرار فصل وحدة بي بي سي أم، قم بتوصيل الرصاص الأحمر لمقياس الفولت متر الخاصة، بكل مصدر بي زائد جهد البطارية، قادما إلى موصل وحدة بي بي سي أم، والرصاص الأسود لمقياس الفولت متر الخاص بك إلى أرضية جيدة، إذا لم تكن متأكدا، فإن البطارية السلبية تعمل دائما، ترى قراءة لجهد البطارية، تحقق من أن لديك أسبابا جيدة أيضا، اربط الرصاص الأحمر لمقياس الفولت متر بالبطارية الإيجابية، بي زائد، والرصاص الأسود لكل دائرة أرضية، مرة أخرى، يجب أن ترى جهد البطارية عند كل اتصال، إذا لم يكن الأمر كذلك، فقم بإصلاح مشكلة الطاقة أو الدائرة الأرضية، بعد ذلك، تحقق من دائرة الاتصال، حدد موقع كانسي زائد، أو دائرة HSCAN زائد، وكانسي، أو دائرة HSCAN، مع توصيل الرصاص الأسود لجهاز الفولت متر الخاص بك بأرض جيدة، قم بتوصيل الرصاص الأحمر بأ كانسي زائد، مع مفتاح التشغيل، إيقاف المحرك، سترى حوالي 2.6 فولت وتقلبات طفيفة، بعد ذلك، قم بتوصيل سلك الفولت متر الأحمر بدائرة كانسي، سترى 2.4 فولت اقريبا وتتذبذب قليلا، تظهر الشركات المصنعة الأخرى كانسي، عند 0.5 فولت تقريبا وتقلب مفتاح تشغيل المحرك، تحقق من مواصفات الشركة المصنعة الخاصة بك، إذا مرت جميع الاختبارات ولا يزال الاتصال غير ممكن، أو لم تتمكن من مسح رمز خطأي 0128، فإن الشيء الوحيد المتبقي الذي يمكن القيام به هو طلب المساعدة من طبيب تشخيص سيارات مدرب، حيث يشير ذلك إلى فشل وحدة PBCM، يجب برمجة معظم وحدات PBCM هذه، أو معايرتها في السيارة من أجل تركيبها بشكل صحيح.